اهلا بيكو انا اميرات السكاري من طولد انا بانتري والنهاردة عايز ارد على سؤال بتسئله كتير يعني ايه ده عالشمس تشرق ويعني ايه متفائل مهما يكون لان في مواقف طبعا يا اميرات الواحد مش هيضربة متفائل متفائل مهما يكون يعني على اقل نسبيا مهما يكون الامر الواحد يقدر يشوفها بصورة ايجابية يشوف لان فيها خير برضو فبرنامج ده عشمس تشرق وتفائل مهما يكون برنامج بيستخدم الطرق العلمية احتس حاجة احتس حاجة العالم بيتكلم فيها لزي نخلي العقل يشوف الدنيا بتصورة تانية وعلى فكرة يتعود وهو تعلم الواحد كان بيحسب بينفاش الواحد يبقى كده طبعا ده خليها للواحد سعيد اكتر لان هيشوف الدنيا بطريقة تانية خالص فهو حنعلم العقل وبنستخدم طرق نسميها mind body حاجة بتتعامل مع الجسد مع العقل لان احنا حتى احنا عارفين احنا لو تشدينا او خفنا او مثلا تنرفزنا في الشارع او مع الناس جسمنا بيتشد او بيحصلنا حاجات جسدية فاحنا بنتعامل بنستعمل كل القوى اللي ربنا اديه لنا الجسد والعقل والافكار اللي ماشية دي بطريقة علمية جدا ازاي نبقى متفاؤلية الاكتر والحاجة الجميلة طبعا اللي بتحصل ان الواحد لما بيفضل بقى بعد كده احنا حتى اني بتبرمج اني دايما مهما يكن اشوف الدنيا متفاؤلة بيبتدي العقل دي يبقى الديفولت بتاعه يعني هو بيفتح الفولدرات دي او الفايلات دي قبل ما يفتح الفولدرات اللي هي متشأمة او يعني يأسة او شايفة الدنيا سودع فبيبتدي بقى الساد بوينش يعني ايه الساد بوينش يعني الترمستات يعني البني ادم مزبوط على على درجة السعادة دي درجة الفكر ده فدي حاجة يعني جديدة جدا في العلوم والبرنامج اللي انا كونته ده استعملت كل اللي اتعلمته من كل كل العلوم تقنية الراحة النفسية علوم عن العقل علوم عن الخلايا العصبية والنور وساينس كل ده حطيته مع بعض وطلعت برنامج بس احلى حاجة في كمان ان انا دايما شغلي مشهور بانه سهل وسلس وفعال لاندي شخصية انا عايزة الحاجة تشتغل وعايزة ليحصل نتيجة وتبان بسرعة فالناس بيقوا البرنامج ده بيقولوا لي من واحدة من الحاجات اللي انت قلتها واحدة بس انا تطبقت حاجة واحدة بس وحياتي تبدلت واحدة قلت لي بعد ما روحت قلت لي في ظرف يومين بس من انا ابتلت اقرف المانيول وبتلت اعمل حاجات البيت كله تبدل ماما وبابا واخوية واختي اها مش مصدقها فده كتير كتير ناس كتير قوي تبدلت حياتها فيه برضو واحدة من اسكندرية والفيديو بتاعها موجود عاملالي فيديو بتقول حياتي تبلد الدالت في ثلاث ساعات ومن يوميا هي غيرت حياتها خالص على فكرة يعني هو كان وهي لدرجة فاكرة انا مش فاكرة طبعا التاريخ اللي فتحت فيه الايميل اللي قال فيه ده حاصل في مصر في من اسكندرية وانها نزلت مصر وحضرت ثلاث ساعات وهي معتبرها تاريخ فاصل في حياتها غير لها كل حياتها بس انها تسمع وتاخد المعلومات دي وكلها تتجديده بالنسبة لها وهي قريف الطب بكتير يا دكتورة اصلا وقالت يعني يعني ايه ده ازاي ان انا بالتعلم ده انا قدر اغير من حياتي كتير ومن اللي حواليا فبرنامج ده على الشمس تشرق متفائل مهما يكن انا شايف انه ده برنامج الاستمرار في الحياة يعني في السورفايفل يعني مهم جدا يعني كل الناس محتاجة كل الناس محتاجة تعرف طب هو عشان انا تبرمغنا على كتير من انا تبرمغنا تشاوميين بالخير حتى نسعد كتير من انا ما بنعرفش يعني ايه اول ما حاجة تحصل حتى صغير ينهر بيض ينهر كذا وكلام اكبر من كذا طبعا وفي ناس بتسلخ وتصوت وتشتكي بتوب الارض على التليفونات لا احنا عايزين نريد البرمجة بقى ان احنا نشوف الامر بحاجة تانية لانا حيدخل بقى القانون الكون بقى القانون اللي مفعل الكون كله اللي هو ظني وتفكيري في الدنيا وتفكيري في الامور بتأثر كمان على الاحداث اللي انا بجذبها ليا مش هتكلم عنها النهاردة في الفيديو ده بس قانون الكون بيقول اللي انا بظن فيه مبروك عليها هيحصل لي فلو انا كل حاجة بهولها او بكبرها او بشوف السواد بس اللي فيها اكيد 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 حبتدي اجذب حاجات تانية شبهها فيها سواد فانا كمان عشان كده شايفت سورفايفل يعني ما ينفعش اكمل بالطريقة دي ابدا في الحياة لازم ابتدي اشوف الجهة التانية عشان اعرف اكمل وابتدي اغير حياتي واجذب بقى الحاجات الكويسة اللي انا عايزها فمهم جدا 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 لانه اللي بنفكر فيه حيتم او فهو كذلك يعني حيبتدي يحصل لنا فانا مش عايزيني بقى ها فهو كذلك احنا عايزين نعمل فهو كذلك على الحاجات الخير اللي احنا عايزين نجذبها في حياتنا البرنامج ده بتديره كذا مرة في السنة جروب في مصر المرة دي عاملاه برده في سكندرية في الساحل يعني انا اتمنى ان كل واحد يحط في باله ان لازم يحضر برنامج ده عشان مستشرق متفائل مهما يكر واللي عايز اعرف اكثر عن شغلي طبعا تي تي اي بي تي دوت كوم مليانة معلومات عن تغريطة الراحة النفسية وحاجات تانية وطبعا تولد انا بونتري صفحتي وصفحة تانية راحتك في ايدك بعميرات كتاب راحتك في ايدك في الاسواق كل دول مع بعض يغيروا حياتك ده منظومة انا عاملاها نحطوهم مع بعض نبتلين افعلها نغير حياتنا بيها احب اشوفكم في الفيديو الجاي شكرا